لا تتكلف ما لا تطيق كان صاحبي من خيار الناس خلقا ودينا وعقلا كان إمام مسجد بجانب بيته لكني كنت أسمع ذمه على ألسنة أناس كثيرين كنت أعجب من ذلك ولا أجد له جوابا حتى جاءني يوما جاره وقال يا شيخ صاحبك لا يصلي بنا ولا معنا قلت لما؟ قال لا أدري لكنه هو الإمام ومع ذلك يغيب كثيرا عن المسجد فجعلت ألتمس له الأعذار فقلت لعله مشغول بأمر ضروري لعله غير موجود بالبيت قال يا شيخ سيارته واقفة عند الباب وأنا متأكد أنه في بيته ومع ذلك لا يشهد معنا صلاة الجماعة وهو الإمام جعلت أتقص السبب لنصح صاحبي حتى وجدت السبب الرجل بحكم إمامته للمسجد يأتي إليه الناس ويلتمسون منه الإعانة في حاجاتهم هذا عليه دين يريد أن يبحث له عمن يسدده وهذا متخرج من الثانوية ويريد شفاعة لدخول الجامعة وهذا مريض يريد إعانته على دخول المستشفى الفلاني وهذا عنده بنات كبار ويريد لهن أزواج وهذا عليه إيجار لبيته لم يسدده وهذا أعطاه ورقة استفتاء في طلاق ليذهب بها للمفت العام وهذا وهذا ويتتابع عليه أصحاب الحاجات وهو رجل عادي ليس له قدرات كبيرة ولا علاقات واسعة ولا وجاهة متميزة وكان المسكين يغلبه الحياء والخجل من كل أحد فلا يقدر أن يعتذر من أحد أبدا بل يأخذ معروض هذا ويعيده بسداد دينه ويكتب رقم هاتف الثاني ويعيده أن يقبل في الجامعة ويقول للثالث تعال بعد يومين وتجد ورقة دخول المستشفى جاهزة وهكذا دواليك فيأتونه على الموعد ويعتذر ويعطيهم مواعيد أخرى حتى صار يتهرب منهم ولا يرد على هاتفه بل وأحيانا لا يخرج من بيته وصار من يلقاه منهم إن وجده يسبه ويصرخ به ويردد طيب لماذا تعيدني لماذا تجعلني أبني الآمال عليك والثاني يقول لم أكلم إلا أنت وتركت غيرك لما وعدتني لما عرفت حاله أيقنت أنه حفر لنفسه حفرة ثم تردى فيها سمعته مرة يعتذر من أحدهم ويقول آسف لم أستطع أن أفعل شيئا في موضوعك وذاك يقول بكل قوة طيب أنت ضيعت الوقت علي ليتك أخبرتني من قبي تذكرت عندها قول الحكيم الاعتذار في البداية خير من الاعتذار في النهاية ما أجمل أن يعرف المرء قدراته ويتحرك في حدود الدائرة المرسومة حوله والله تعالى يربينا على ذلك ويقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ويقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها والنبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يكلف الرجل نفسه ما لا يطيق ولقد جربت ذلك بنفسي أذكر أني ألقيت محاضرة في أحد المجمعات العسكرية بالرياض وبعدها جاءني أحدهم وقال يا شيخ أريدك في موضوع ضروري جدا قلت تفضل ما هو قال لا لا ما يصلح أن أذكره الآن لا بد أن أقابلك في وقت واسع جعل يعظم حجم الموضوع وأنا أستمع له بلطف وقد علمتني الحياة أن أكثر الناس يعطون الأمور أكبر من حجمها وصاحب الحاجة مجنون بها حتى تقضى قال لي أظن لك محاضرة غدا في مدينة كذا وهي مدينة على بعد 200 كم من الرياض قلت صحيح قال سأتي إليك هناك وأقابلك بعد المحاضرة تعجبت من حرصه وفعلا خرجت بعد المحاضرة فخرج الرجل ورائي مسرعا حافي القدمين يحمل ورقة صغيرة في يده وقفت معه جانبا قلت تفضل شكر الله حرصك ما حاجتك قال يا شيخ عندي أخ يحمل الشهادة الابتدائية وأريدك أن تدبر له وظيفة قلت بس قال بس كان الرجل متحمسا ومنظره يثير الشفقة ويبدو أن أخاه يمر بظروف صعبة فعلا أيقنت أني لو وعدته سأخلف فنحن في زمن لا يكاد حامل البكالوريوس أن يجد وظيفة فما بالك بحامل الابتدائية وأنا أعرف حدود قدراتي كان الموقف محرجا من نسبة إليه وتمنيت لو كان لي من الأمر شيء لأعين ذا الحاجة الملهوف ولكني فعلا لا أملك له شيئا أردت أن أعتذر بأسلوب عاطفي يناسب حاله وحماسه قلت يا أخي والله أتمنى أن أساعدك وأخوك أخي وأنا أتألم له كما تتألم لكني لا أستطيع مساعدتك أبدا أتمنى أن تتكرم علي وتعفيني قال يا شيخ أحاول قلت لا أقدر فناولني الورقة التي في يده وقال طيب يا شيخ خذ هذه الورقة فيها أرقام هواتفنا إذا وجدت له وظيفة فاتصل بنا أدركت أنه يريد أن يربطني بحبل أمل وسيظل ينتظر الاتصال ويبقي الآمال ويتمنى ويمني أخاه فقلت بل دعي الورقة معك وخذ رقمي أنت وإن وجدت أنت له وظيفة فاتصل بي لعلي أكتب لك شفاعة للمسؤول فيها لقبوله سكت الرجل قليلا انتظرت أن يودعني لكني تفاجأت أنه قال لي بيض الله وجهك والله يا شيخ سبق أن كلمت الأمير في موضوع أخي منذ سنة فأخذ الورقة ولم يتصل بي إلى الآن ومرة كلمت اللواء فأخذ الورقة أيضا ولم يتصل ولم يهتم هؤلاء أناس ما يهتمون بالضعفاء الله ينتج منهم وبدأ يدعو عليهم فقلت في نفسي الحمد لله لو أخذت الورقة لصرت ثالثهم نعم الاعتذار في البداية خير من إخلاف الوعد ما أجمل أن نكون صرحاء مع الآخرين عارفين لحدود قدراتنا هذا ليس خاصا فقط بحاجات الناس بل حتى الحاجات الصغيرة للزوجة والأولاد أحيانا عند خروجك من البيت تصرخ بك زوجتك أحضر معك حليبا وسكرا وحفائض وعشاء فانتبه لا تردد طيب طيب وأنت تعلم أنك لا تستطيع وإنما صرخ بها أنت أيضا وقل ما أقدر فهي خير من الاعتذار عند العودة ضاق وقتي أغفلت المحلات نسيت وكذلك مع زملائك وإخوانك أرجو أن تكون الفكرة وصلت تجربة الاعتذار في البداية خير من الاعتذار في النهاية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر